السلام عليكم لبنات ومرحبا بكم متسابعات القناة ومع سمين زيدات فضح حصة تعليمه اللي فيها الخطفة لبنات اليوم الخطفة بالوينات غامضة وبسم الله وعلى بركة الله راها حصة تعليمية لبنات راها اه كان نطبق واحد درشمه وفي نفس الوقت راها حصة تعليمية لبنات كي جيني شي ابل كده كان تلفين وصلش المهم قلنا الخطفة اليوم غتكون الخطفة غندا وبسم الله وعلى بركة الله تطبيق دي الرشمه دي اليوم اولا الخطفة دي اليوم هاكا حسن يلا بسم الله وعلى بركة الله تطبيق دي الرشمه دي اليوم شخوا معي لبنات هاكي غنخدمها بلطة دوالة مرة شخوا معيش حل زوينة يا لبنات شخوا معيش حل جات زوينة بلطة دوالة مرمى تعني هنا شوفوكي باش كنخدم كنبدأ كندير راس رقيق وكنزل هاي بلطة دوالة مرة مرة جات فنة شوفوكي جات بلطة دوالة مرمى لبنات تبارك الله وما شاء الله وجد زوينة هنا اه هنا لبنات اه الخطفة غتكون في هاد الوريدات هادو شوفو معي يعني كان بداء كان بداء جن شوفو معي هنطلع الفوق هنقود نطلع شوفو باش كنجيني الشكل ديالها بحل هكاية شوفو معي سانينا هنطلع البنات انا اللي كندير هات طلاعات بحل هكاية هادو هكا انا اللي كنديرهم باش تجيني الشكل ديالها انا عاود نخدم علي البنات باش شوفوني طريقة هنطلع كندير بحل تموجة البنات كندير بحل تموجة تفرشماء باش كتجيني هات دخيلة بحل هكاية هنا اخدمت اللون المفتوح اللون المفاتح هنطلع سانينا طفي اعني بتدل اللون البنات وندير اللون المغلوط دائما باش كتجي الخطفة زوينة وباش كتجي بينا كانت خدموها بالالوان يعني كتخدمها اما باللون الديقراضي او بالالوان هنخدم هنا هنبدأ هنشوفوا معي هنبدأ نفس تيجاه لبقس بيك وكنمضع شوفوا معي كي باش كنحرك المرمى كنمضع كندير بحل كاي كنحرك المرمى كثيني هنا هنه هذا مطلع، هذا الشكل هكذا، هنا. شوفوا معي، كان كمل، كان ركبت لون الأصفر، شوفوا معي. نبدأ في التحت الخطفة. هات الشكل هادا، هم نديره الثاني هنا. إن خدمتوا على شكل أدقة، شوفوا كيف جاء، نديره في الوردات كاملة. نستقوم بتلقية اللون، نكمل التعمير جيداً لذلك الخطفة، شوفوا كيف جاء تلوينها جيداً. آل كمين اشتركوا في القناة اشتركوا معي كيف جاء شكل ديالهم. هنكمل البنات. لكن ديال العليفات في جنب ديول هالوردات. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة. وفي نفس الوقت اجت راقية في شكل ديالها. يعني بحلد الاشكالكا كان بدا ارقيقا وكنبقى زيدا عن عراض وكنبقى نزلة وكننخص. اشتركوا كيف جاء. اه غن اركب اخر لون اللي هو لون الاصفر. يعني نخدم لكم حتى الخناجرة لبنت بلت دول مرمى باش عارفوا ان هذا الدرس خاص بلت دول مرمى. شوفوا دائما الخناجر ان بضع الراس رقيق وان ديما الرقيق الرقيق يكون نزلتها. بلاس دول مرمى الوريقة هادي. احتو هيا وريقة نص نص بلاس دول مرمى. شوفوا كنخدم النص الولاني. فنضو المرمى في جهة المعاكزة. ونخدم نص التاني لبنت. ارشي ما ساهلة. هذا الخاطر اللي كيتسنوه سدول مرمى. بلاس دول مرمى قدروا تخدموا لبنت. نص التاني لبنت. ونص التاني. انا نص التاني. ونكمل اخر خنيجر اللي هو هذا اشتركوا في القناة المنص وكندور تجاه المعاكس باش كيبان باش كيبان الفرق بين هاد النص وهاد النص يعني كتجيب حلا مخدومة بتدوى المرمى وهي لما فيها لا تدوى المرمى يلاحتشي حاجة لبنات وها هي مرشايمة مخدومة بلا تدوى المرمى سهلة بامكان اي وحدة تخدمها الابنات طراني اعام ديرها لبيز لين التحت يعني كيبقى لنا الاختيار نزينوها بحجيرات ولا نخلوها هكا انا غير حاول نزينها لكم بحجيرات باش شفو شكل ديرها كيفاش غير يجي وكيبقى هادا هو الشكل الاخير غير شي ما زينتها بحجيرات يعني بحل هاد اللون هكا هادا حجار ديال مولات والبنات يعني غير زينت به شفتو كيف دير انا جيبه مولات وبغد دفعه النباتة اه اه جاء الشكل ديالها خفيف اه حجيرات فنمو فاتح كانت هادي هي الرشمة ديال اليوم اول تطبيق ديال اليوم هادا خاص بالبنات اللي كيقولوا ما تعرفوش تدوى ديال مرمى ها هي رشايمة خفيفة اه ليكم البنات كنتمنى من الله هنا الاعجاب ديالكم وكنتمنى لكم السعادة والهناء وإلى اللقاء ان شاء الله بحصة جديدة من حصص سعيد المطرز رباطي لم تكون معا ومعز مزيد